لم أزور إيران قريبة ورعاية مؤتمر إقليمي من هذا النوع وطلبت من فخامتها أن يدرس هذا المقترح إذا ما وجلت مصر أنها خطوة صحيحة لتتخذها بدون حوار وبدون صراحة ومكاشفة وبدون تحديد مساحات النفوذ وقواعد الاشتباك السياسي لا يمكن أن ننتهي من أزمات المنطقة هذه رؤيتنا نطرحها وندفع عنها وستظهر الأيام صحتها كما تعرفون من أجل إظهار حجم الاهتمام العراقي فقد رفع مستوى تمثيل اللجنة المشتركة كانت ترأس من وزيري الخارجية في البلدين الآن أصبحت لجنة رئاسية رئيس الوزراء العراقي ورئيس الوزراء المصري هم من يترأسان اللجنة المشتركة نتمنى أن يكون هناك تحضير لهذه اللجنة في اجتماعاتها والاجتماع القادم لها أن يفضي وينتج نتائج عملية حقيقية وكبيرة يعمق العلاقة الاستراتيجية هذه التفاصيل ستناقش بين البلدين القريبين تحضنا التزاما وموقفا صليحا وواضحا من فخامة الرئيس في تأييد العلاقة الاستراتيجية بين العراق ومصر تأييد على وحدة العراق على لحمة العراقيين ودعما كبيرا لمشروع التسوية الوطنية واللحمة بين أبناء الشعب العراقي كان حديث فخامته مطمئنا وكان تفهمه عاليا وكان دعمه كبيرا وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن شكرنا وتقديرنا لموقف مصر الدائم للعراق والعراقيين بشكل مستمر وهذا الكلام وهذه المواقف تجسدت في لقاء كافة المسؤولين الذين التقيناهم وهناك قائمة من المسؤولين سنلتقيهم لاحقا بإذن الله تعالى نتمنى أن تكون هذه الزيارة قادرة على أن تفتح صفحة جديدة في تعميق وتطوير العلاقات البينية بين العراق ومصر ترجمة نانسي قنقر